والذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه أمور أولها هو أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة أن يتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة وهذه فرصة كما قلت في هذه الأيام يذهب إلى إمام المسجد أو المؤدن أو أي أحد متقن لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى فيقرأ عليه قراءة نظر يقرأ وهذا يستمع ويصحح له القراءة حتى تكون قراءته صحيحة لا يخطئ في فتحة وضمة وكسرة وغير ذلك وإنما يقرأ القرآن قراءة صحيحة يعني كما أنزل